بيبدأ المسلسل مع تشون شابة 300 جميلة جدا ولكنها فقيرة وبتشتغل في شركة صغيرة للأهلانات وتنظيم الحفلات وبسبب احتياجها للفلوس ما تقدرش تسيب الشغل رجم تعرضها لمواقف محرجة وتنمر بعض الأوقات وفي مرة وغياب تعمل بروفا على أعلان شركة منتجات غذائية مرات صاحب الشركة تضربها وترمي عليها الأكل المفروض تعلن عنه وده بسبب تفكيرها ان تشون بتغذل جزهة ولكن زمائل تشون يفهموها ان دي مجرد بروفا ووجوزها بيساعد مش أكتر فبعدما يصلحوا سوق التفاهم تشون تخرج من الشركة وهي مستعجلة قوي وتطلب عن طريق تطبيق جديد شخص يوصلها بسرعة والشاب اللي يجي لها ده هو كاسة اللي يستحقلها لما يلاقها بتلبس الأقوذة على رأسها وهي مش نظيفة بسبب الأكل اللي عليها ويقولها انها تدفع رسول زيادة عشان التنظيف فتوافق ولكن في طريقهم كاسة يكون سيئة بأقصى سرعة وهي تفضل تصرغ بسبب رعبها فأول ما توصل تمسكه تضربه وترفض تدفع الحساب وتوعده انها تشتيكي لشركته لانه سبب لها رعب ويطلع انها كانت مستعجلة كل ده عشان رحل ابنها برون المدرسة وده لان مدرسته بتحتفل النهاردة بعيد الأباء وعشان تشون أم عزباء هي للمفروض تحضر وبعدما يخلصوا ويرجعوا على البيت ويبنى ان يجران تشونس الراحة والجاية في سماعها كلام يجرح سبب انها أم عزباء مش معروف قبل ابنها ولكنها تحاول تتجأها لهم وفجأة يقابلها ناس عليها ديون لي وفتهرب منهم عشان مش معاها تتفعلهم وتجري هي في اتجاه ويبلع يروح في اتجاه تاني عشان يروح لجده يحكيله ويجيب ويلحقها بس واحد من الديانة يجري ورا برون فهو يخاف ويفطل يجري لحد ما يقع قدام عربية شابة غاني قوي والهو تشايات وتشايات ينزل يزعق للراجل اللي بيجروا وراه ويحمي برون لحد ما جده ييجي على الجنب التاني وتشون بتحاول تهرب كسا يرجع يشوفها ويساعدها ويدرب الشخص اللي بيجروا وراها وهي ترجع تركب معاه وتطلب منه يوصلها وهي المرضي هتحزبه فيضطر يوصلها وتروح لابنها وينكبها يشوليها على تشايات انه هو اللي انقذ برون فهي قول ما تشوفه تتخض وتستخبى منه لحد ما يمشي وتفتكر انها من 6 سنين كانت في حفلة مع صاحبتها نانج وكان شكلها مختلف كليا عن شكلها الحالي وانسانة انطوائية وخاجولة وينك اكتشفت ان الشخص اللي بتحبه ماشي مع واحدة تانية غيرها ويهنها هو والبنت اللي ماشي معاها ويتنمره على شكلها فاتشون تفضل تشرب لحد ما تفقد الوعي وتصحى تاني يوم وهي في قوضة فندق وجنبها شاب واللي هو تشايات وما تكونش فكرة اين اللي حصل بينهم فتقرر تخرج من القوضة بيدوق عشان ما يشوفهاش ولكنها بعد فترة تكتشف انها حامل فابوها واختها يتقهروا لانها تفضحهم ويضايقوا منها اكتر لما يلاقوها مش عارفة مين هو ابو الطفل ولكن ابوها يستسلم للامر الواقع ويقرر يحميها لحد ما تولد ويقرر يسمحها لكن رين اختها ما تسمحاش وتحقد عليها وده لان ابوهم استخدم كل الفلوس اللي محوشها لدراستها برا في ولادة شون فالين تقرأ اختها كل السنين دي وتشوف ان هي وابنها السبب في تدمير مستقبلها ويطلع ان الديانة اللي كانوا بيجروا ورد شون كانوا عايزين الفلوس اللي رين اخبتها باسمت شون عشان تشتري لابتوب والشون تكون مضطرة تدفع عشان تعوضها وتخلها تسمحها ونروح لكاسة اللي نكتشف انه مدير شركة التوصيل ولسه رجع النهاردة من امريكا ونزل بنفسه التوصيل عشان يتأكد من جودة التطبيق بتاع شركته وكاسة يطلع ابن غير شرعي الرجل الاعمال المعروف تشالرم ولكن ابوه معتارف بيه واخده هو ومامته ومعيشهم في قصر جنب قصره الرئيسي وبيحبوا جدا لدرجة انه صفره يدرس برا قدرة اعمال عشان يساعد اخواته الشرعيين في قدرة الشركة الرئاسية ولكن مراد ابوه تكون بتكرهه ومش عايزة يشارك ولادها في المراس او في قدرة الشركة وعلى سبيل الصدف ان تشايوت يطلع ابنها وليه اخي تاني واللي هو كورن الابن الاكبر لتشالرم وكورن دماء يكون وارث من الام وكرهها الكاسة ويكون ودى اللوع وفاشل في الشغل ومش نفى في حاجة وابو ما باعتمدش عني ومدلتشايوت صالحيات اكتر منه لان تشايوت عائل داخل انه بيحب كاسة ولما كاسة يوصل على البيت ابو يطلب منه يبدأ الشغل من بكرة في الشركة الرئيسية فكاسة يرفض لانه عايز يعتمد على نفسه لاغر انه عنده شركته الخاصة لنوي يكبرها فابو يتضايق منه وتاني يوم يرشي صاحب كاسة ويشركه في الشغل عشان يخرجه من الشركة فكاسة يعرف ان ابوه هو اللي عمال كده فيرجع له هو متعصب لكن يسمع وهو ببهد الكورن لانه وصل شركة صغيرة طبعا شركتهم للإفلاس بسبب اهماله فكاسة يطلب من ابوه انه يستلم هو الشركة دي ولو قدر انه يسدد الديون اللي عليها يسيب له حرية الاختيار في تحديد حياته زي ما هو عين ولكنه لو فشن هيسمع كلامه ويستلم منصف الشركة الرئيسية فابو يوافق تاني يوم كاسة يروح على الشركة وتطلع عنها نفس الشركة اللي تشون بتشتغل فيها فاتشون اول ما تشوفه وتعرف انه الرئيس الجديد تحاول تحبي نفسها منه لو يترضها بعدما دربته اخر مرة شافها فيها ولكن كاسة يكون جاي وهو دارس كل موظف الشركة وعارف مزايا وعيوب كل واحد فيهم وعارف كمان انها بتشتغل معاهم ويخليها المساعدة بتاعته وياخذها ويروحوا يقابلوا كاشة صحبه المقرب واليكون ايدل مشهور وكاسة يكون ريح له علشان يمضي حقد شغل معاه لو احتاجه في اعلان او حفلة ولما يوصلوا يلاقوه يتصور مع معجبينه وتشون تاخد بالها ان فيه شخص منحرف وسط المعجبين عاد يصور البنات في السر فاتشون تجري علي توقفه وتاخد من ايده الموبايل فالمنحرف يزقها ويهرب وكاشة يروح يتطمن عليها ويكون لطيف معها جدا ويكون حاسس انه شافها قبل كده ولكن ماكنش قادر يفتكر فين بعد شوية كاشة وكاسة يسيب وتشون في قوضة معينة ويخرجوا يقابلوا تشايوت فاتشون تجوفهم واقفين سوا فاتخفلة تشايوت يشوفها وتعرف عليها فطيرة بسرعة ولكن لما كاسة يخلص كلام مع اخوه ياخده عشان يعرفه على مساعدته ولكن ما يلاقهاش في القوضة فكاسة يتصل بها علشان يشوفها راحت فين فتقوله النطرت تمشي عشان حصل معاه مشكلة وما تكونش لسه عارفة اعلاقت تشايوت بكاسة تاني يوم كاسة يعمل مؤتمر صحفي عشان يعلن عن احترافية شركته وتعقدها مع شركة كبيرة عشان يجهزوا لها حدث مهم لكن كورن قبل المؤتمر يروح لصحب الشركة ويشكك في احترافية كاسة وفريقه ويخنع ان يلغي التعاقد وما يروحش المؤتمر فصحب الشركة يقتنع وفعلا ما يروحش ففريق كاسة يتوتروا لان انخاء التعاقد هيسببلهم فضيحة كبيرة قدام الصحفيين لكن كاسة يخرج للصحفيين ويعلن ان وصلهم اكتر من حدث هيكونوا مسؤولين عنه الفترة الجاية واهمهم ان شركتهم هتبقى مسؤولة عن تجهيز فرح اخوة شايوت من خطر تماني وفعلا يدخل تشايوت وماني ويعلنوا عن تحضيرات جوازهم وانهم ملاقوش احسن من كاسة وفريقه وينظموا لهم حفلتهم وبما ان ماني وتشايوت ولاد اكبر رجال اعمال في البلد فكاسة بسهولة يرجع سمعة شركته وتشون بعد كل الاخبار اللي سمعتها فوات واحد دي تتصدم وتفضل تستخبه يقوم كاسة عامل اجتماع لفريقه مع تشايوت وخطبته ومن بين كل الموظفين يختار تشون تبقى المسؤولة عن تحضيرات الجواز فهي تضخ وتتعب وترجع تطرب من الشغل لكن كاسة افضل وصر عليها ونانجي صاحبتها تحس انها غريبة وبتحاول تتجنب تشايوت فتسألها تعرفهم منين فتشون تضطر تعرفها من تشايوت ابو ابنها وخايف انها تفضل قدامه لا يتعرف عليها ويعرف ببرون فياخدوا منها بالليال يرين تسرق فلوس من شنط تشون وتروح تستهر بيهم في مالها ليلة الاغنية عشان توقع اي شاب غني من هناك في حبها فلما تشون تعرف تروح ورقتها عشان تلحقها ولكن يحصل مشكلة لان حبيبتي البنت اللي رين وقفها معاها توصل وتمسكها تضربها فلين تهرب وتسيب اختها تضرب هي ولكن كاسة يكون في المكان هو وصحبه وكاسة يجري يدافع عن تشون ويدرب الودي اللي رين كانت وقف معاها لما يغلط في تشون ولما الخناء تخلص تشون تروح تدور على اختها عشان ترجعها لكن اختها تتخانئ معاها وتضربها وتقولها انها اضطرت تيجي هنا بسببها وكاسة يكون سمع كلامهم من بعيد ويزعل على تشون ورين لما تمشي وتسيبها كاسة يروح لها وياخدها يروحها ويبنى عليها انها بدأت تعجب بي وتتفاجئ بي تاني يوم قدام الباب جاي ياخدها لان اخوه خاطبته مستنيينهم هناك ولما يوصلوا يبنى على ماني خاطبت تشايوت انها غيرانة من تقرب كاسة من تشون وتطلب من تشون تخرج تشتري لها قهوة مما كان بعيد ويبنى انها عايزة تفرض سيطرتها على تشون وتحسسها انها قليلة فلما كاسة وتشايوت يعترضوا تشون توافق عشان تمشي الدنيا لانها عارفة ان ماني شخصية متدلعة ومغرورة ولما تروح وترجع تلاقي كوبا كالمرت ابو كاسة هي كمان موجودة وعمالة تتخانئ مع كاسة عشان مش عاجبها التصميم اللي جاهزوه ولما تعرف ان تشون هي المسؤولة عن التصميم والتحضيرات تمسكها تهزقها وتهينها جامد هي كمان وبعد ما تقلي بالشركة على دماغهم تمشي وماني تروح وراها وهي فرحانة ومستمتعة قوي بتهزيق حاماتها لتشون وكسا يضايق من اللي حصل فتشون تروح وراها تواسيه وبعد شوية تشايوت يرجع لشركة كاسة تاني ويتكلم مع تشون ويعتذر لها عن اللي حصل من مامتو ويقول لها انه على اعجاب شغلها جدا ولما يبصلها جامد يسألها اذا كانت قابله قبل كده فتشون تتوتر قوي وتقول له ان عمرها ما شافته على الجنب التاني رين تروح تقدم على وظيفة في شركة كورن ويقابلوها ونروح لكاسة اللي لما يروح يقابل مامتو يلاقي معها سين عارضة مشهورة وبنت رجل اعمان غني وصعبة ماني المقربة ومامتو تطلب منه يوعدها لانها بنت رجل اعمان غني هي كمان وقال لها هيدعموه فهو ما يكونش عايز يقابلها ولكن مامتو تجبره بعود معها غصب عنه لكن سين دي تكون بيتة مغرورة ووقحه جدا وتطلب منه ياخدها يشتري لها هدايا يمكن تعطف عليه وتوافق توعد واحد زيه ام وزوجه غير شرعية فكذا يتضيق ويقول له من ان اهلك اصلا ان عايزة وعدي فهي لسه هتقول له وانت من اللي هيقبل بك كذا يشوف تشون اللي جاية لابوها لانه بيشتغل شي في المطعم وكذا يسحبها نحيته ويقول لي سين ان دي حاببته ويسقع مرارتها لما يقرب من تشون جامد هتشون تتصدم ولسه هتضربه كذا يمسك ايديها ويقول لها انها لو ضربته قدامها سيطردها فسين تتحرج وتسيب وتمشي فتشون بعد ما تخليه وعدها انه مش هتطردها يرزعه الام متينة على وشه ووحده من اللي شغالين في المطعم تروح تحكي لابوها اللي حصل طيج يضرب كذا هو كمان لكن صاحبة المطعم توقفه وتهزأ ابو تشون على اللي عمله فتشون تزعل على ابوها ولما تخرج تلاقي كاسا مستنيها برا عشان يعتزل لها لكنها تكون مجدائقة منه جدا لان ابوها تهان من وراء تصرفه فتقوله انها تقدم استقلتها لانها مش هترضى تشتغل مع واحد زيه وتسيبه وتمشي لكن كاسا يضربه يقنبه لانه عارف ان تشون بتحب الشغل ومش سهل عليها تستقيل فيفضل يلحقها من مكان للتاني يعتزل لها ويحاول يرجعها للشغل لكن الكرامة تكون اغداها وترفض وتروح تقدم على شغل تاني ابنه يروح وراها ويخرب على مقابلتها ويعرفها انه مش هيستسلم غير لما يرجعها تشتغل معاه في الوقت ده يجي لها مكالمة من مدرسة ابنها يعرفوها انه عامل مشكلة فتقلق جدا وتخلي كاسا يوسط لها وهناك تعرف ان ابنها طرب زميله اللي قاله نسو ربه بعد ما تنمر علي انه مفيش عنده ابو ويكونوا اهل الطفل كمان موجودين ويباني ان ابنهم ما جابش قلة ادبه من بره وانه اخد عوراصه ويقولولها يعني لو ابنك كان عنده ابو افضل كان رباه هنا يدخل كاسا ويقولهم بقولكو ايه يحاكم لحد هنا وفولو ستوب وياخد حق برون منهم وبرون يفرح اوي لانه يفكر ان كاسا ابوه لكن تشون تحبطه لما تعرفوا على كاسا وانه مدرها وكاسا يتأثر اوي لما يعرف انها ام عزباء ويقرر يروح لابوها بنفسه يعتذر له ولكن ابوها اول ما يشوفه يغراب المياه ولكن كاسا يتأسف له ثاني فابوها يسمحوا لما يحس انه معترف بغلطه وندمان وبرون يكون معجب جدا واخيرا تشون هي كمان تسمح وترجع للشركة والتاني يوم تروح تشوف الفندق اللي هيعمله فيه الفرح وهناك تقبل تشايوت بالصدفة فيدخل معاها يشوف القاعة بس وهي ماشية كعبها يتكسر وتغبط في تشايوت فبنت زملتها بتكرهها لما تشوفهم كده تصورهم من بعيد وتبعط الصورة الماني لانها عارفة انه ماني شككة ومهوسة ونرجع لتشون اللي سي نفسها واستخد هدوم تشايوت فتطلب منه يغير هتمه هنا والفندق حين تضفوله بعد شوية يطلبها على قطه ويكون جاي بلاها جزمة جديدة بدلا اللي تكسرت في الوقت ده ماني تتصل بكاسة وتقابله في الفندق وهي معها سين وتكون جاي عايزة تثبت خيانة تشايوت ليها فتوصل على قطه ولكن ما تلاقيش تشون هناك لكن سين تفضل تدور في القضة لحد ما تلاقيها مستخبية في الحمام فتمسكها تضربها وما تسيبهاش قلما تشايوت وكاسة يبعدوها وتشايوت يفضل يفهم ماني سوء التفاهم اللي حصل وانه اضطر يخلي تشون تستخبه لانه عارف تفكيرها فما تفهمش وما تصدقوش لحد ما يجي موظف من الفندق ويعرفه انه دومه بقت جاهزة وتشايوت يخليه يحكي لها اللي حصل فتفهم انها كانت غلطانة ولكن رغم كده تفضل كره تشون تاني يوم كاسة ياخد تشون للشركة الرئيسية لان بابا طلب منه يبقى مسئول عن حدث مهم خاص بمشروع معين قلته عيلة اهل ماني مسئولين عنه ولكن هناك كورني يكون عامل مشكلة مع واحد من الموظفين ويطلع ان كورني بيختلص فلوس من الشركة والتام الموظف ده بالاختلاص وطرده من الشركة فالموظف يكون جاي ياخد حقه منه وعايز يقتله ولما الامن يوصل كورني يهرب من الشركة مع رين فالموظف يخاف لا يتقبض عليه فياخد ماني رهينة ويطلع على السطح ويقرر انه ينتحر عشان يخلص من الظلم اللي هو عايشه ويكون مكرر ياخد ماني معاه فيفضله يحاول يهدوه لحد ما توصل الشرطة وكسا يدخل هو او تشايوت ويسحبه ماني لكن الموظف يزوء تشايوت فلما تشونت يشوفه هيقع تفتكر ان ابو بناه ما ينفعش يموت الوقت مهما كان فتجرع علي تلحقه فيقع هم اللي اتنين سوا والحظهم يكونوا حطوا ادوات الانقاذ ولكن بعد ما تشونت تطمن عليه تفقد الوعي وتتنيل على المستشفى فتشايوت يتأثر اوي بحمايتها لي ويفضل قاعد جنبها مستنيها تفوق فما تحس ان تشايوت مش طبيعي وان اهتمامه بتشون مبالغ فيه حتى كاسا يحسب نفس احساسها واول ما تشونت فوق كسا يطلب منه يروح مع ماني وهو هياخد باله منها وكسا بعد ما هي تروح يروح يجيب لها برون من المدرسة وبرون يحبه اوي ويتصاحب معاه ويطلب منه يجي يحضر معاه مسابقة عاملينها في المدرسة فكسا يوافق ويوعد انها يحضر ثاني يوم تشايوت يروح لتشون الشغل ويجيب لها وارد ويهسمها على الخطأ برق فكسا ما يسيبهاش تروح لوحدها معاه ويروح معاهم وكل لما يلاقي تشايوت بيقرب منها يقطع عليه لكن تشايوت كل لما يلاقي حصل مع تشون اي مشكلة او تعبانة يقلق عليها ويجري يشوفها من غير ما يهتم المشاعر ماني فكسا لما يحس ان ماني غيرانه وانه علاقة اخوه بيها ممكن تخرب يقولهم ان هو وتشون بيتوعده وانه مش بيحب حد يكون مسئولة على الحبيبته غيره ويفهم تشون انه قال كده عشان ما يخليش اخوي دايقها اكتر من كده ويتفق معاه يمثله قدام الكل انهم بيتوعده لعد ما اخوه ومنه يتدوزه وانه لاحظ ان اخوه عنده مشاعر ليها فتشون توافق بعد ما كسا يوعدها انه هيتديها مكافئة وهنا كسا يفضل يقرب منها ويهتم بها في وجود الشايوت او عدمه عشان يخلي الكل يصدق انهم بيتوعده وتشون كل يوم اعجابها يزيد ليه خاصة لما يهتم بابنها لدرجة انه يحطل شغله ويروح يحضر معاه مسابقة المدرسة زي ما هو وعده وبرون يفضل يتباهى قدام اصحابه وانه كسا ابوه وبعد فترة كسا وفريقه يسفروا عشان يجهزوا السيشن تصوير ماني وتشايوت قبل الجواز لكن كوردني بعت لهم بلتجية يكسروا المكان عشان يبين لابوه ان كسا فاشل ومش نفع زيه ولما كسا يقف وش البلتجية يضربوه فتشون تخاف عليه وتروح تساعده فالبلتجية يضربوها ايه كمان فتشايوت يسيب ماني ويكون عايز يحميها رغم ان ماني تفضل ترجى يفضل جنبها المهم الشرطة توصل وتقبض على البلتجية قبل ما يدمر كل حاجة لكن ماني تكون مأهورة من تصرف تشايوت معها تروح تطلع كل غلاعفتشون وتضربها وتتخاني مع تشايوت وتكون عايزة ترجع لبانكوك تاني فبسبب حزنها تقع يغمى عليها فكسا يزع عليها ويحس ان تشايوت بتصرفات يظلمها ويتخاني معه وكمان ويقوله انه زمان وعده بانه هيحميها وانه لو كسر وعده هو مش هيسيبها وهياخدها منه فتشون ما تفهمش ايه فبالليل تروح تقعد معي عشان تعرف كان يقصد ايه بكلامه فكسا ما يتكلمش وينم على اديها فقلبها يدقه وتنسكنت هتقولي يا اساسا بتاني يوم ماني تعرفت شايوت انها تنفصل عنه وتسيبه وترجع لان لا هتعرفهم بقررها فبقى يضربها وده لاني في شغل كتير بيجمع بين شركتهم وشركة اهل تشايوت ويطلب منها ترجع تصالحه تاني ويبان ان ماني مرتبطة بتشايوت علشان الشغل وتتصل بكسا يجي قابلها فاول ما تشوفه تحضنه وتفتكر ان هي وكسا كانوا بيحبه بعض زمان منهم مطلاب ولكن ابو ماني رفض علاقتهم لان كاسا ابني غير شرعي ومش هيكون ليه مروة زي اخواته وينبح على كاسا مايقربش من بنته تاني لانه لو قرب منها هيقذيها ويكون هو السبب فلما ماني تفكر كاسا بحبهم كاسا يستكتها ويقولها ان تشايوت بيحبها وانه الانسب ليها بعد كده يروح يقابل اخوه اللي يطلب يساعده في انه يصالح ماني علشان قاسهم شركتهم ما تنزلش فتاني يوم ويقولها حفلة كبيرة رومانسية يصلحوها بيها فماني تنبهر وتحس ان تشايوت صدق نحيتها المراضي وتكون عايزة تدي له فرصة يقربوا بها من بعض فتسمحوا وتشايوت يكون بيصالحها لانه مجبور ويفتكر ان من ست سنين فاتوا في نفس يوم الحفلة اللي تشون بقى تحامل من وراه كانت تشايوت مجهز كل حاجة عشان يتقدم له خطوبة ماني وهو سعيد ولكن قبل ما يتقدم لها يلاقاها ريبة قوي من كاسا رغم انهم في الفترة دي كانوا بتوعدوا وبرضو رغم صدمته يتقدم لها قدام الكل للجواس بطرقة رومانسية وخلان السنين دي كلها منساش خيانتها لي ومتأكد ان هي محبتوش ومنستش كاسا بعد فترة كاسا يطلب من كاشا يجي يعمل اعلان خاص بمشروع شركة سي إل بتاعت ابوه مع شركة ميترا بتاعت عالي ثماني فبعد ما كاشا يمضي العقد جون تطلب منه انها تصوروا فيديو وهو بيقول كلمة تحفيزية لشخص مواجب بيقوي فتشيفها منها تقصدب لها فده لان الكاسا حكالوا عنه فيعمل لها الفيديو اللي هي عايزاه من غير ما يسألها اسئلة كثير والموظفة زميلة تشون اللي بتكرهها تسمعهم وهم بيتكلموا وتكون عايزة تعرف تشون حيزاه لمن وتكون مفكر ان تشون بتوعيد شخص تاني غير كاسا فتروح وراء ترقبها عشان لو توقعها صح تحكي الكاسا انها خينة فيطردها ولكنها تتفاجئ بحاجة اكبر وتعرف ان تشون عندها ابن مخبيها في السر فتقرر انها تفضحها بطرقتها وكاسا يتقرب الفترة دي من تشون ويطلع ان بنت اخته في نفس مدرسة بلاها ويعرفها انه حسس بالظروف اللي هي بتمر بيها لانه اخته كمان عانت بعد وفاة جزهة ويقولها انه مستعد يقف جنبها ويساعدها لو احتاجت حاجة فلما كاسا يحس ان كاسا هيتقرب منها يحس بالغيرة ويعرف انه بيوعدها فتشون تستغربه لانه تقريبا كلما يقابل حد يعرفه النوم بتوعده رغم النوم في الاساس بيمثله فكاسا يتحجج لها النكاشة صاحب اخوه ولازم يكون هو كمان عارف وفي نفس الوقت لما كاسا يرجع الشغل مع تشون يلاقي مامتو هناك ومعها سين وتكون جايباها لانها سمعت ان كاسا بيدور على عارضة تعمل الاعلان قصة كاشا فتطلب منه ياخد سين تعمل هي الاعلان فكاسا يضطر يوفق عشان ما يزعلش مامتو وتكون مامتو بتعمل تشون وحش لانها سمعت ان ابنها بيوعدها ويوم تصوير الاعلان الكل يروح يحضر حتى كورن ورين ويبانى ان كورن ما بيعملتو رين كمساعدة وبس واني بينو بينها علاقة خارج اطار الشغل وخلال تجهيز سين سين تفضل تهين تشون وتعملها معاملة وحشة وكأنها خدمتها وده لاني ماني هي اللي طلبت منها تعمل كده وكل اللي يحصل ده والدامعين ومكاسة اللي يبانى انها تزعل على ويحصل معها علشان يليقهم يمشي وما يحصلش مشاكل ولكن المشاكل تكون بتجري وراها واسم اللي تعبق اللي بتقراحها تروح على مدرسة برون وهناك تلاقي ابو تشون بياخده من المدرسة هتكذب عليه وتقول ان تشون بعتاها عشان تاخدهم عشان عايزهم ضروري فبرون اول ما يوصل مع جده ويشوف سين بتهين مامته وبتهزاقها فيجري عليها وهو بيعيط ويفضل يضرب فيها انها عملت كده في مامته فسين تكون عايزة تضربوه فتشون المرضي ما تسقط لهاش وتضربها وتزقها بعيد عنه وتتفضح وسط كل الموجودين ان عندها ابن لكن تشايوت لما يلاقي برون منهار من العيات يروح له يوسيه ويفتكر انه نفس الطفل اللي سعده قبل كده وياخده يلعب معاه وتفشل خطة زملتها الشريرة وتشون تخرج لها تحذرها انها تقرب من ابنها تاني او تستخدمه في ألعبها الشريرة وانها تستحمل اي حاجة من اي حد ولكنها مش هتستحمل حد يأذلها ابنها وبعد اما برون يمشي مع جده شايوت يروح لتشون ويسألها ليه بتهرب منه فيعرفها ان جوازه من ماني مصلحة مش اكتر ويقولها انه عارف بان علاقتها مع كاسا كيز فدق يحضونها ويقولها انه بيحبها هي ومتقبل فكرة ان عندها ابن كمان ويطلع ان ماني واقفة وسمع كلامهم فترجع تتخانق معاهم وتنتصل عنه تاني ولما ابوهم يفصلوا المرادي خبر ان انفصلهم بسبب غير 8 من تشون يطلب من كاسا يطردهم فكاسا يرفض يطردها لانه عارف ان تشون نالهاج زنب في كل اللي بيحصل ده لغير ان وراهم مصاريف كتير وبدل ما يطردها يديها مكافأة لشغلاء ساعات اضافية فتفرح قوي وتشكره وعلى الجنب التاني تشايوت يروح لماني ويعرفها انه مش جاي صلاحة ولكنه جاي يعمل معها اتفاق بانهم يمثلوا قدام اهلهم انهم رجعوا لبعض وفضلوا مع بعض فترة لحد ما اوضاع شركة هانت كل واحد فيهم تستقر وبعد كده كل واحد يروح فيهم لحاله فماني توافق بسبب خوفها من ابوها فانا تشايوت يفضي نفسه لتشون وابنها وكل شوية ينطلهم علشان يقربهم منه لوقت ما يتفصل عن ماني ويرتبط بيها لكن برون ما يكونش طيق ولا طيق الهدايا اللي بيجبها له ويكون متعلق بكاسا اكتر ولما ابوهم يعرف ان اولادهم الاثنين لازقين في تشون ومش بيفرقوها يبعد لها رجالة يخطفوها علشان يكبروها الناعة يمزي على الاستقالة ولكن كسا يشوفهم ويرح ينقذها وياخدها على بيت ابوه وهو ما تعصب ويقول لها انها لو عايز تقدم بلاخ فيه تقدم وهو هيكون شاهد فابو يتضايق منه ويتعصب عليه ويتخنق وسوا اخناءة كبيرة فتشولته هذي وتاخذ وتمشي وتعرفوا انها هتقدم استقالتها فعلا لانها ما عادتش قادرة تستحمل كل اللي بيحصل معاها فلما كسا يلاقها منهرة وضعيفة يوافق على استقالتها وتروح بعد كده ستشتغل في المطعم اللي بقى بيشتغل فيه فتلاقي ان تشايوت لسا بيلحقها على هناك فكسا يطلق منها بجي برون وتيجي تعيش عنده في البيت علشان يخلوه يصدق انهم حقيقي بيتوعدوا ومنها تغير جو برون عنده وانه هيضيع مرتب لقعدتها عنده لحد ما تلاقي شغلانة جديدة مناسبة وفعلا تتنقل عنده وتعرف باباها انها قادة عند ناينج والفترة اللي تقعدها عنده برون يكون سعيد قوي وهي تتقرب منه اكتر وكسا يتعلق بهم جدا ويغير نظام حياته عشانهم وبعد كل ده تشايوت لما يشوفهم عنده برضو ما يصدقش انهم مرتبطين طب بالله عليك يا شيخ يعمله اكتر من كده وفي مرة كاشا يروح يزور كاسا في البيت فيلاقي شون عنده فيقعد كلهم يصهروا سوا وتشون تحكي قدامهم حاجة فكاشا يفتكر انه سمع الحكاية دي قبل كده من 6 سنين ويطلع انه هو كمان كان موجود في نفس الحفلة من 6 سنين كان لست قبل شهرته وفي نفس اليوم ده عارف انه تقبل كمغني متدرب وكان فرحان قوي وتشون تسمعه هو بيتكلم في الموبايل ولما تلاقيه فرحان تجري تهنيه وتحكي له نفس الحكاية اللي حكيتها من شوية ويتصور معاها ويفضله يتكلمه سوا ولكنه لما يسيبها يرجع يشوفها تاني نايمة على الارض من كتر الشر فتسعب عليه وياخد عنايمة في قوضة كاسة لانه عارف ان كاسة خرج ولكن لما يروح يصحها تاني يوم يلاقاها خرجة من القوضة خايفة وبتجري فلما يدخل القوضة يتصدم لما يلاقي تشايوت فيعرف انه بدلا ما يحميها ازاها وبسبب شكلها اللي تغير ما يكونش متأكد اذا كانت ايه او لا فيروح لابوها ويوريها الصورة اللي معاه ويسأله اذا كانت دي نفسها تشون فابوعي يقول له اوه فلما كاشا يحسب سن برون يعرف ان تشايوت ابوه فيحس بالزنب لانه السبب في كل اللي حصل لها فيروح له بيوجهها فتشون تنكر لكن كاشا يفضل مسر فتخاف انه يقول لحد فتعترف له بالحقيقة وتترجم يعرفش حد بعد فترة رين تعرف ان اختها قعدة في بيت كاسة فتشون تترجع ما تعرفش ابوهم وانها قعدة لسبب معين وهترجع شوية كده تاني يوم قولنا هو بيوصل رين ابوعي يشوفهم فايفهم ان ابنته ماشي معاه فيتداق منها ويفضل يهنها تقول مرين حكياله عن علاقة كاسة بتشون وانها عايش معاه فتاني يوم يروح وهو متعصب على اسر وصدفة كل الممثلين اللي في المسلسل يكونوا هناك ورين لما تعرفت شون انها قالت شون تتوقع ان ابوها يعمل كده فتروح وراه وتلاقي بيضرب كاسة فلما تبعده ابوها يزعق له ويقولها كلام جارح وانها فضحته الزمان وعايزة تفضحه الوقتي فكاش يسعق له ويسكته ويقوله ان تشون مالهزم في اي حاجة وان السبب في كل اللي مرت بيه والفتان يحكي لهم الحقيقة فتشايوتي تصدم ولكن الحقيقة تجا عليها ويحبها قوي فكوباكال تتصدم وتفضل تصرق لانها مش عايزة يبعد عن ماني الغنية ويقع في تشون الفقيرة وتشون تخاف ليقضوا ابنها منها فلما تروح تتحامى في كاسة تلاقيه حضن ماني وقعد يوسيها هتمشي وتاني يوم اهل تشايوتي يأخذوها هي وابنها وكوباكال البعي حن البورن وتتقبلوا بسرعة جدا لان تشالارم يقول لها انهم هيعملوا للطفلة تحليل ذي ان ايه وانهم لو تأكدوا انه حافظهم هيأخذو منها يربوهما ويوفروا له كل حاجة بدل الفقر اللي عايش فيه فتشون تمشي من عندهم من غير ما تنتق ولكنها تقرر تلم اهدومها هي وابنها وتهرب قبل ما يأخذوه منها وفي نفس الوقت كاسا يروح لابوها ويسأله عن تشون فابوها يضطر يعرف انها تسيبانكوك بعد ما كاسا يأكد له انه هيحميها فيجري يروح وراهم في نفس الوقت كورني يكون بعيد ناس يقتلوا برون علشان مش عايز ورس تاني يجي يقرفه ويشاركه في الورث ولما يعرف من رجالته ان كاسا معاهم يؤمرهم النوم يقتله هو كمان فاول ما رجالت كورني يضربوا عليهم نار كاسا يحاول يحميهم ويأخذهم ويهربوا ويطلبوا من صاحب مركب مساعدة فصعب المركب يخف منصوص الرصاص ويأخذهم معاك ويطلعوا على الجزيرة اللي هو عايش فيها وهناك كاسا يفضل يسأل تشون اذا كان عندها مشاعر لتشايوت وانها اكيد هتتجوزه علشان برون يعيش وسطهم فتشون تتعصب عليه وتقوله انتشايوت بالنسبة لها ابو ابنها وانها مش بتحبه فيسألها هي بتحبي مين فتفضل تتهرب منه لحد ما في الاخر تعترف له وهو كمان يعترف لها ويبدأه يتوعده ويوعدها انه هيحميها من اهلته وهيتجوزها على الجنب التاني تشايوت ياخد قرار نهائي بانه ينفصل عن ماني ويتجوز تشون وماني بقى يتخاني معاها اخناء كبيرة بعد ما يعرف خبر انفصلها ويطردها من البيت في الوقت دات شمت وكاسا يكون رجعه فماني تتصل بيجلها وتطلب مساعدته فكاسا لما يلاقها منهارة ياخدها يقعدها عنده ببيته وماني لما تحاول تقرب منه يبادها عنه تاني يوم كوباكاس تكون متفقة معارين انها تجيب لها بورن من وراء تشون تعمل زي ما هي امرت وتبعته مع خدة منها فتشون لما تعرفت النهار وتقرر انها تروح لكاسا يساعدها فماني لما تشوفها تعمل نفسها بتقرب من كاسا عجل تعرفه منهم بقى مع بعض فتشون تتصدم وتخرج بسرعة من جر ما تتكلم معاه لكن كاسا اللي ما يشوفها يجري وراها لكنه ما يلحقهاش وفي نفس الوقت فماني تروح لها على البيت وتعرفها بعلاقتها مع كاسا زمان وتقولها ان اي حاجة كاسا عملها كان بيعمله عشان يساعدها وتطلب منها تبعد عن كاسها بما انها اخذت تشايوت فتشون تتجرح ويكون اهم حاجة عندها في الوقت ده انها ترجع ابنها وتروح على اسر تشالرم وتلاقي هناك كورن ومراته بيعملوا ابنها زي يزدد عشان بيحيط وحيز يرجع لها فتشون تضربه وتبعده عن ابنها وقبل ان المشكلة تكبر كوباكال توقفهم فتشون تقولها انها عارفة ان سلطتهم اكبر منها ومش هتعرف تاخد ابنها منهم ولكنها في نفس الوقت امه ومش هتقدر تعيش من خيره وتطلب منها تسمح لها تقعد معها وانها مش هتدايقهم ولا هتطلب منهم حاجة فتشالرم يقولها انه موافق ولكنه هيعمل التحليل الاول عشان يتأكد وكذا يكون هناك ويروح ورا تشون ويسألها ليه تصرفت من دماغها وان هو كان يجيب لها برون لحد عندها فتقوله انها مش محتاجة مساعدته من بعض النهاردة وانه يوفرها لحبيبته وانها تعمل الحاجة الصحة في انها تخلي برون يعيش جنب ابوه وتشايوت يفرح لما يعرف انها تعيش معاه ويروح يحضنها قدام كاسة فكذا وتشون يبضلوا يعياته في صمت وكذا يكون متأكد ان تشون عملت كل ده بسبب انها فهمت ووجوده مع ماني خلط فإلم مهدومه وحاجاته ويقرر ينقل من شاقته ويرجع يعيش في القصر عشان يبقى جنبها ويثبت لها انه يحبها وبرون يفرح لما يعرف انه هيرجع يعيش معاهم ويطلب منه يجي يحكي له قصة زي ما كان بيعمله هو في بيته فتشايوت يسمعه ويتهاز لانه مش قادر يقرب منه للدرجات دي وكل شوية يوقف في طريقه فانه يقرب منه او من تشون فحل كاسة النفسية تتعب ويفضل يشرب ليل مع نهار وماني ما تكونش عارفة تتلم عليه وتحس بالغيرة لما تلاقي تشون جنب ابنها وتشايوت وتقرر انها متعايشه بسعادة وتدمر لها كل ده فتعرف انهم هيعملوا تحليل ايه بشان يتأكدوا اذا كان ابنة تشايوت فعلا او لا فاني بسبب ان تشون واثقة من نفسها تكون متأكدة ان تشون متكذبش فتكون عايزة تعمل حاجة تباينها كذابة وتنتقم منها تروح على اسرة شلرم وتاخد شعرة من شعر الكاسة وهو نايم وتبدلها بشعرة تشايوت عشان التحاليل تطلع سلبي وتنفي النبرون ابنة تشايوت وبعدما يغض التحاليل ماني تروح تقولها ان بسببها تعرضت للاحراب لما جاوزها تلاغت وانها مش هتسبها غلما تثبت للكل انها حقيرة بتمشي مع كل راجل شوية وابنها مش معروف لقب بل اول مرات شون تمد ايدها على حد وتلسعها الم ولو يا بنت رحميني بقى انا سمحتك كثير فماني ترمي على نفسها اكل موجود قدامها وترمي نفسها على الارض وتفضل تصرخ ان تشون ضربتها وتجرى على كوباكل تعرفها فكسا يروح لتشون ويقولها انها تغيرت قوي وانه عارف ان هي يوماني مش متفقين سوا ولكنها لازم تراعي مشاهيرها بعدما اخذت التشايوت منها ولسه بيتكلموا كوباكل سيجوا تمسكها تضربها فكسا يبهدع عنها ويحمي تشون منها وبعدما يمشوا وتشون تنهار لان الضغط يوم وراء تاني يزيد عليها بالليل وكسا صهران مع كاشا الجوا يتكلموا عن الحفلة اللي من 6 سنين ويقولوا ان حالته كانت وحشة جدا وقتها وكويس انه مخرجش مع البنت العرضة اللي كان واقف معاها فكسا يستغرب ويقولوا انه كان معاها وهو بنفسه اللي ده مفتح القضة بتاعته عشان تستنى هناك فكاشا ما يجادلش معايا رغم انه يكون متأكد ان كسا ما كانش مع العرضة وده لان كسا كان شارب جامد ووش في وعيه ولكن كسا تاني يوم لما يفكر في كلام كاشا يرجع بذاكرته الوراء ويفتكر انه شفت شن يومها فعلا ومن كتر مايا شاربه تثقت توازنها وتقع في حمام السباحة وهو وقتها اللي انقذها ولكن ما تكلمش معاها كثير وسبح ومشى وقابل في نفس الوقت بالتعرضة تاكد تكون منحارفة ولما تقرب منه يجدها مفتح قطه ويطلب منها تستنى هناك ووقتها العارضة كانت ثبت المفتح ومشت وكسا لما سمع بخبر خطوبة ماني مع اخو شيرب جامد ولما راح قطه كانت تشون هناك ولكن كسا ما شافش وشها وكل اللي شافه ان شعره كان مختلف عن شعر العارضة وقابل ما يشوفه الشها يجيله مكلمة ويضطر يمشي ولكن الوقت يكون كسا عنده احساس كبير انه هو اللي كان مع تشون مشت شايوت ولما يروح يحكي لها شايوت يقطع كلامه ويجي اخدها عشان نتيجة التحاليل وصلت ولما يروحوا كلهم عشان يعرفوها ماني تسيجي هي كمان وتطلب منها تعرف معاهم ولكن تتكابس كبثة حلوة لما تعرف ان التحاليل ايجابية مع الاب فكسا يتصدم ويحس ان كل اللي مرر به تخير والكل يفكر ان برون ابن تشايوت فعلا والوحيدة اللي تكون عارفة الحقيقة الوقتي هي ماني ولكن تقرر ما تقولش الكازة عشان ده اكبر ان تأمن تشون وتشايوت وفي نفس الوقت ابو اي يجي وهو متعصب للتشالرن علشان يعرف ايه اخر قرار هيقضوه فتشايوت يصدم الكل انه هيتجاوز من الشون بعد ما تأكد ان برون ابنه فبو ماني قرر انه يلغي مشاريعه مع تشالرم بما انه مفيش جواز فمامة كاسة تستغلى الفرصة وتقوله انه يلغي المشاريع اليه ولسه في فرصة انه يناسب تشالرم من خلال جواز بنته من كاسة فتشالرم يشوفها فكرة كويسة وعشان يخلى بو ماني يوافع يقوله انه سيكتب جزء من اسهم الشركة الرئيسية الكاسة وبكده هيبقى ورسلي بنفس النسبة بتاعت اخواته فالجملتين دون ينزلوا قصطعق على دماغه وبكال وكورن زائد بقى ان كاسة وتشون حياتهم تتحول لتعاسة بعد القرارات المفاد بانه حددت حياتهم الجاية من غير ما يشارقوا فيها وتشالرم ما يكونش عدبه ان تشون هتبقى مراطب نو ولكنه يبقى مضطر فيقرر انه يخليها تلقبوا مستواهم وبما انه كذا قرر انه يشتغل في الشركة الرئيسية يسيب لتشون ادارة الشركة اللي كانت شغالة فيها وكذا يسلم لها الادارة وتشون يبانى عليها انها تغيرت لوحدة تانية والمراضة تبقى قوية وما بتقبلش الاهناك وكذا يعرفها انها مش هتخلص منه بسهولة وانها تشوفه كتير بما انه ممثل من سي ال ويستغل لأي فرصة يتقرب منها وكذا اكتجف لما يروح سي ال ان فيه فلوس كتير بتختلص من الشركة وده مسبب لهم خسارة كبيرة فتشايوت يعرفه انه عارب بالكلام ده وان اللي بيعمل كده هو كورن وانه مضطر يخب على ابوه عشان ما يطردوش وانه حذره اكتر من مرة ويطلب منكس ويصبر عليه وكمان وهو يتصرف بعد فترة يعملوا مؤتمر عشان يعلنوا فيه انتصال تشايوت عن ماني ولكن كورن يكون بعيد رين على المؤتمر عشان تبوزه ويعمل لهم فضيحة فلين تزق اختها على تشايوت قدام الصحفيين وتقول لهم ان هي دي حبيبة تشايوت الجديدة فكذا يخليهم يوقفوا تصوير ويشد تشون يخرجها ويفكرها وهي اللي بحرضه اختها تعمل كده ويستحق لها ويقولها انت للدركودي عايزة تتجوزي وخايفة ان كل الفلوس تزع منك فهي ما تبرلوش وتقوله انه كمان بقى عنده حبيبة وتطلب منه ما يدخلش في حياتها تاني فكذا يشدها ويقولها انه فعلا بيحب وحدة ولكن مش ماني ويقوم بيستها الوقت دارين تكون جايبة صحفي وتخلي يصورهم وماني واتشايوت يوصلوا فماني تبعدها عن كاسة وتضربها فكذا يوقفها ويقولها ان استشمل هالزم وانه هو اللي عمل كده من نفسه ولما يشوف الصحفي يجروا وراه عشان يشتروا منه الصور ويخلصوا الموضوع فكذا يضربوا والصحفي يصروا ان ينشر الاخبار وافتحتهم تبقى على كل لسان ولما كوباكالتر ترمي كل المشاكلة اللي حصلت دي على كاسة امو كاسة تدفع عن ابنها وتعرفها ان اللي ابنها عمله مش حاجة قدام سرقة كورن من الشركة ملايين فالحوار يتقرب على كورن وابو يتدايق منه فكوباكالتر روح تطلع كل غلاع في تشون فامو كاسة تشوف تشون من بعيد وهي بتعيط وتصعب عليها لانها تفتكر انها تعرضت لكل ده زمان ورغم انها متعاطفة معاها تكون عايزة لابنها الاحسن وكورن لما يعرف ان ابو عرف من اللي بيعملو يبعت بلطجية يقتلو كاسة انه السبب فكاسة الوقت دي يكون عندي تشون عشان يعتذر لها انها تعرضت للاهنى بسببه هاك ايجي البلطجية فكاسة يخب تشون ويروح يواجههم ولكنهم يضربوه ويكونوا هيغضو معاهم واثنين تانيين يمسكوا تشون ويدربوها لحد ما يغم عليها فلسه هيقتلوها هي كمان رين تيجي وتوقفهم وتقولهم ان كورن امر بقتل كاسة بس وتاخد اختها وتودع على المستشفى وتقولها انها كانت موجودة وقت اللي حصل وشافت كاسة وهو بيهرب خايف وتتصل على تشايوت تحكيله وتخليه يجي لأختها في الوقت ده كاسة يفوق ويدربو البلطجية ولما يرجع على المكان اللي تشون مستخبية فيما يلاقهاش ولما يروح يدور عليها في الاسر يلاقها جاية مع تشايوت فتفتكر كلام رين ان كاسة يريب وتخلى عنها فتزعل قوي وتقرر انها تنساه وتدي فرصة لتشايوت لكن بورن ما يكونش مهتم من المشاكل الكبار دي ويروح لي كاسة يطلب منه ويجي معاه مسابقة في المدرسة فكوباكا لما تسمعه تزعل لكاسة انه بيقرب الطفل منه ولما كاسة يلاقي برون وصر عليه انه يروح معاه يضطر يقوله انه مش ابوه ومش اروح معاه تاني على اي مكان فبرون يتصدم ويفضل يعيط ويرفض الأكل او انه يعمل حاجة فتشون لما تعرف تروح لكاسة على مغزن بعينه وتتخانق معاه على اللي قاله لبرون فيقوله انه طاري يعمل كده عشان يقربه من ابوه الحقيقي وبعد شوية وهي خرجه من المغزن يلاقي الباب مقفول فكاسة يتصل بحد يجي يفتح لهم في الوقت داي لقوا المغزن بيولع من كل مكان وده طبعا من تدبير كورن عشان يخلص منه وهنا بقى كاسة يفضل مركز انه زي يحميها اكتر ما يحمي نفسه لحد ما يقع ويغم عليه في الوقت ده بقى تشايوس يشوف ماني تكون شربة وفي واحد بيديقها فيروح يحميها وياخدها يوديها على قضيتها في فندق فمن يتفضل تتخانق معانه السبحة ويحرجها قدام الناس فيقولها انه السبحة للشخص اللي هي بتحبه رغم انها معا كل سنين دي وان ما عادش عنده مشاعر لها من تصرفاتها فتضربه بالقلم فتشايوت يفهم انها بتحبه ويباني انهم هما الاتنين بيحبوا بعض ولكن بيكبروا الممن سبنا منهم ونرجع لكاسة والناس اللي اتصل بيهم عشان يفتحولوا يجوا ينقذوهم وينقلوا كاسة على المستشفى ولما امو كاسة تيجي الدكتور يخرب يطمنهم عليه فمعنطو تطلب منها تمشي بسرعة ومتعرفش حد انها كانت معاه عشان ما تعملش لنفسها والكاسة مشاكل ثاني يوم ماني تطلب من تشايوت ينسى اللي حصل بينهم والنا ما كانتش في فوعيها فتشايوت يدائق ويقولها انه كان هيعمل كده وكل واحد منهم يروح يزور كاسة ويعرفوا اللي حصل معاه بعد شوية كل اللي في القصر اسمعوا ان واحدة كانت موجودة مع كاسة وقت الحريق فمن تشك في فتشون وتروح تتخانق معها كالعادة ولكن المرات تكون زي المجنونة وتفضل تصرخ انها اخدت منها كل حاجة واول ما تشوف كاسة في وشها تبينه انها بريئة وانتشون هي اللي بتهجمها فتشون ما تكونش مستحملة كل ده وتدعب واجمع ليها الكاسة ياخدها على قضيتها ولما تشاوت يهتم بها ويجبلها تاكل ما تكونش قادرة تاكل وترجع اي حالة تاكلها وكاسة يلاقي برون طول الوقت ماشي وراه فيروح يتزلوا على لهو الهولو قبل كده فبرون يعرفوا انه ما زعلش منه اصلا ويتصلحوا ونروح لتشون اللي التعب يستمر معها الفترة فصعبتها تشك انها حامل والمواصفة الشريرة اللي كانت بتكرهها تحس بنفس الحاجة وتنشر الشائعات في الشركة وكاسة يسمع بالخبر فيفرح لانها لو حمل فعلا هيبقى هو ابو الطفل وهي دريلغ يجاوزها من تشايوت فيروح لهو يسألها اذا كانت حمل فعلا هي تقوله ان تعبها تعب عادي ومش حمل ويفضل ماشي وراها في كل مكان يطلب منها تروح للدكتور معاه لحد ما تستثم وتوافق تروح معاه عشان تخلص منه وهو يكون فرحان قوي والوقت ده ماني تتقبل مع تشايوت في الشركة وتشوف معه برون فتزعل من نفسها قوي الناس تخدم الطفل في انتقامها ويتخليها يشتل عمره مع شخص على اساس انه ابوه وهو مش كده فهو هي ماشية سرحانة تقع رجلها تتلوى فتشايوت وبرون يقلقوا عليها وينقلوها للمستشفى وتطلع انها نفس المستشفى التي تشون بتعمل فيها اختبار الحمل فتشد كسا وتستخبه وينك تشايوت يسيب برون معها ويروح يعمل حاجة فبرون يفضل يهتم بيها ويكون لطيف معها فتفضل تعيط وتعتزله فهو يفكرها بتعيط من الوجع ويوسيها لكن فجأة ماني تسمع الممرضة بتنادي على تشون وتشون ما ترداش تدخل عشان ما يشوفوهاش فكسايد دايق وما يكونش عايزها تمشي قبل ما يشوفو النتيجة وانه مجموه تم هم يعرفوا او لا فتشون ترفض وتقولوا انها مش عايزها تجرح حد تاني بالذات ماني لانها دمرت لها حياتها مرة ومش هيتعمل كده تاني فماني تسمعها وهي بتتكلم وتحس منها ظلهم تشون كمان وتشايوت وبرون يجو وراها فكلهم يشوفوا بعض وتشايوت لما يسعى الكسا بيعمل ايه مع تشون ماني تقولوا انها اتصلت بكسا يجي ياخدها وتشون كانت بتقابل عميل ويعبد الموضوع عن جنب التاني كسا يكون عايش في دور ان تشون حيامل ويفضل ماشي وراها ما بيعملش حاجة غير انه يهتم بيها وماني تقرر انها تروح تحكي الحقيقة لتشايوت لكن تلاقي مجهز ختم جواز لتشون في الوقت ده تشون ترجع للقوضة وما تلاقيش ابنها ولما تدور عليها تلاقي مغمى على في الجنينة فتتراب وتفضل تصرخ وتطلب من اي حد يجي يساعدها فكسا والباقي يجو ياخدوه وينقلوه على المستشفى وهناك تشون تعرف ان ابناء حالته خطيرة ولازم يتعامله عملية زراعة خلايا جزعية والنابو لازم يتبرع له بنخاع وبعد شوية كسا يضطر يمشي بعدما يلاقي برون حالته مستقرة وكمان لانتشايت عايزه يمشي او وماني فكسا لما يرجع الشركة يلاقي العارضة المنحرفة مستنياة وتكون جاي الشركة تبع الشغل وأثناء كلامها مع كسا تأكد له كلام كاشا وانما كانتش معا الليلة زيك وانها مشت فعلا فكسا يرجع لشكه انتشون هي اللي كانت معاه ويقرر ان يروح يحكي لها لكن كاشا يوقفه ويطلب منه يده لحد ما يتأكده ولكن بعد فترة يعرف انتشايت رايح يسجل برون على اسمه عشان يقدر يعمله العملية فكسا يتجنن لان مش عايز ابنه يتسجل على اسم واحد تاني غيره ويقرر يروح وراهم يعرفهم ويطلب منهم يعملوا تحليل تاني وكورن هو كمان لما يعرف بالخبر يتضايق لان برون كده هيبقى ورزيه زيهم وهيشركوا في المراسق يبعت وراهم بلتاجية ويحردهم على قتل برون وتشون والبلتاجية يوقفوا تشايت ويضربوا ضرب يجامد على دماغه لما يحاول يحمي تشون وبرون ولسه البلتاجية هيقتلوا تشون وابنها كسا يوصل ويحميهم ويقظ تشايت وينقلوا على المستشفى وماني عن طريق ردة فعل كورن ومراته على خبر الهجوم على تشايت تعرف انهم اللي وراء كل ده ولما تواجه مرات كورن تينكر فماني تعرفها انها مش هتسكت وهتدور على العمل في تشايت كده ومرات كورن تقولها انها شافتها وهي بتبدل شعرة تشايت بكاسة وانها لو مخرجتش نفسها من مسائلهم الشخصية هتعرف الكل بان هي عملته وظلها انها ما بتختلفش كتير عنهم وان هي اللي بدأت وقررت تلعب بحياته فماني لما تروح على المستشفى تلاقي هناك تشون بتقول ابوها انها خايفة من ان يحصل لتشايت حاجة وان وقتها تخسر ابنها كمان فماني تستحقر نفسها قوي وما تكونش عايزة تبقى لسخة تانية من كورن ومراته فتروح تعرف كل العلب اللي هي عملته وان بكده برون ابن كاسة فالكل اتصدم ولكن الصدمة الاكبر تقع على راس تشون ان الاخرا ترجع تفتكر اللي حصل في اليوم وان كاسة اللي كان معها فعلا ويتلعب بقى ان تشايت بسبب انه كان تشارب كتير ما قدرش يسوق ويروحها البيت فرح نام جنبها على اساس انها اخو مش اكتر وده طبعا بعدما كاسة خرج فمن صدمة تشون تخرج تجري من المستشفى من غير ما تنتق فكاسة يروح وراها ولكن ترفض تتكلم غير بعد ما تستوعب وكاسة يقولها ان كده كل حاجة تحلك وانه اخيرا سيقدر يبقى معها هي وابنه وطلب منها الجواز فتوافق ويقرروا يعرفوا تشايوت كل حاجة بعدما يفوق من الغيبوبة وفي الاثناء دي ماني تكون جنب تشايوت ليل مع نهار ولكن لما تشايوت يفوق الكل يتصدم لانه يفوق فقد البصر وتشالرمي يحكيله على حقيقة ابوه وتكسى لبرون فهو يتصدم ولكنه يتقبل الحقيقة وتشون تزعل عليه وتحس بالذنب نحيته الوقت ده ماني اصحابها المقربين ماني يبدأوا يتهربوا منها وده لان اتنشر عن ماني ان ولادة شالرمي الاثنين مستحملوش يكاملوا معاها لغير ان شركت ابوه على وشك انها تفلس فماني متستحملش تخسر كل حاجة وتروح لتشونوية منهرة وتطلب منها انها تسبلها كاسة فان لو كسى كمان سبها حياتها هي وقالها تتضمر وتكون عايزة تنتحر فتشون تلحقها وتوعيدها انها تساعدها وتاني يوم فعلا تروح لكاسة وتعرفوا انها قررت تهتم بتشايوت طول حياتها وتطلب منه وتجاوز هو وماني فكسى يعرف انها بتقول كده بسبب زعلها على تشايوت وماني ويرفض انه ينفصل عنها ويفضل يرطلها هي وابنه كل شوية رغم صدها ليه ولكن ماريا كورني يستغل ان تشايوت لوحده بيكون عايز يموضيه على بيعه للأسهم بتاعته ليه ويستغل عماه ويفضل يعمله بأسوأ لحد ما كسى وتشون يجو ينقذوه في الوقت ده كسى يصعب عليه اخوه ولكن في نفس الوقت ما يكونش عايز يخسر تشون ليه ويبان ان تشايوت مش فقط بصره ولا حاجه وانه بيمثله انه اعمى عشان يكتجف مين اللي بيكرقه ومن الشخص اللي هو هيقدر ياطق فيه ويشوف ماني وهي جاية تزوره كل يوم في السر وقعدت عايط من غير صوت وتروح تزور بيرون في المدرسة وتكون حاسة لأحياته بالزنب لان بأنانيتها هتفصله عن باباه وكسى لما يلاقي ان تشون مش رادية ترجع له بأي شكل من الاشكال يهددها انه هياخد ابنها منها ولكن كلها لما يروح ياخده ويستسلم لها لو حسد بالتعب قدامه او زهلك وتشون لما تلاقي تعبها مستمر تكشف المرة دي لوحدها وتعرف انها حامل في شهرين فتقرر ما تعرفش كاسة عشان ما يتمسكش بها اكتر من كده ويتجوز ماني ولكن اختها بالصدفة تعرف بحملها هي وكاشة فتشون تتربج كاشة ما يعرفش حد خصوصا كاسة فهو يكون متعاطف معها ويقبل بعد فترة من عناق مشاعر الكل كاسة يقرر يستسلم ويتجوز ماني عشان يحفظ اقل حاجة على شركة العلتين وتشون تعرفوا كمان انها تسيب له ابنها هو يربيه لان هيبقى معاه في امان اكتر منها فنفس الوقت تشايت يشوف ماني عندهم فيقرر يروح يعود جنبها ويسألها اذا كانت فرحانة من انها اخيرا هتتجوز كاسة فتفضل تعيط ولكنها تحاول تخبي وتقول له انها سعيدة جدا وتشايت يشوف عيونها انتصار ما شفوش قبل كده بعد كم يوم ميراد كورني تكتشف علاقة رين مع جزهة فتاخد رجاله وتروح عشان تضربها ولسه هترش على وشها مادة كوية ابو رين يبعد بنته ووشه يتحرق هو مكانها ويتنال على المستشفى وهناك ابوها يعتذر لها انه كان بيجي عليها دايما وبيعملها بأسوة فلين تحس بالزنب لان كل الغلطات اللي عملتها دي كانت بتعملها قصر عشان تنتين من ابوها لتفكيرها انه بيحب تشون اكتر منها ولكنها الوقت اكتشفت انه بيحبهم هما الاثنين بنفس المقدار وتروح لتشون تعتذر لها وتعرفها انها تنتئم لهم كلهم فلين تروح لكورني وتورين انها مسورة فيديوهات كثير وهو بيعمل صفقات غير مشروعة وبيحرض على قتل كاسة وتطلب منه خمسة مليون قبل انه ياخد التسجيلات دي فكورني يجيب لها الخمسة مليون ويسألها اذا كان عندها نسخة ثانية فلما تأكده انه مفيش يمسكها يتربع بخباء ويصبها شغل لما دمها يكون على كل مكان في هدومه ويحس انه خلصت ماتت ولكن بعد ما يمشي حد يشوفها وينقلها على المستشفى وتشون تكون متأكدة انه كورني هو اللي عمل كده في اختها فنفس الوقت كورني هو راجع البيت تشعيط يشوفه وهو قمي صغرقان دم فتشعيط يتصدم فكورني يقول بقى بما انه لسه جاي من جريمة قدفها ايه لما اتلتاني ويقوم رمه هو من عاستنلم وينزل وراه يفضل يضرب فيه عشان لو مش عيموت من الزقة او حاجة ولكن يوقف داربي لما يصنع كساب ينادي عليه وهو متعصب من اللي عمله في رين فكورني استخبه وكساب اول ما يشوف تشعيط غرقان في دمه يخضق بسرعة على المستشفى في الوقت ده الراجل اللي نقل رين على المستشفى سيدي لتشون مفتاح ويقول لها انه اختها طلبت منه يجيها المفتاح واللي يكون قاعد جنبرين في المستشفى صاحب تشون المقرب واللي بيحب رين منهم صغيرين وتشون تاخذ المفتاح وتفتح بيدور جيرين اللي تلاقي في مستندات وقدلت اتهام تيدين كورن فلما تروح تعرف الكساب بيهم ام كساب تيجي وهي بتعيض تعرفه من الشايوت مات والكل ينهر على موته بالاخص ماني وتكون عايزة تشوفه للمرة الاخيرة لكن تشانرمي يرفض يخلي حد يشوف جسيته باستثناء كاسة واهل ماني ما يسمحوا لهاش تزعل على تشايوت اكتر من كده والناس سرع في الجياز من كاسة قبل ما يفلسوا في الوقت ده كورن يخلي الخدامة بتاعتهم ترشها تزور على كاسة انها شافته بيرمي تشايوت من على السلق فيقبضوا على كاسة ويرموا في السجن فتشون تكون متأكدة من برقته وتقرر انها تقف وشه كورن رغم ان كاسة يمنعها لان كورن بقى خطير فتشون تاخد ابنها تؤديه عنده مكاسة وكورن بعد ما يخلص من اخواته الاثنين يروح يعمل اجتماع في الشركة عشان يستلم الادارة ولكن تشون تفضحه وتفتح كل فيديوهات اجرامه واختلاصه في الاجتماع لانها تجيب ورق يثبت فساده فكورن قدام الناس يكونها يضربها لكن كذا يدخل ويحميها والمفاجأ بقى ان يدخل ورات شايوت ويصدع ان شايوت كان عمل خطة مع ابو من بداية تمثيله بالعامة لحد تزيف خبر موته عشان يشوفوا كورن عايز يوصل لايه ويكونوا جايبين معهم الشرطة عشان يقبضوا عليه فكورن عشان يهرب ياخد مراته رهينة يفتح لها رجليها عشان الشرطة تبعد عنه وبعدين يسيبها ويروح يخطف برون عشان يقتله وينتقم من كاسة لكن ما نتشوفه ولما تروح تحمي برون كورن يضربها رصصة في ايديها وقبل ما ياخدوا منها كذا يوصل مع تشون ووراهم الشرطة وفي النهاية كورن يتصاب بسبب الإجهاد اللي برون تعرض له تعب ويزيد ويكون لازم يعمل العملية فكذا يدخل يتبرع له وبعد فترة يبقوا كويسين زائد النكوبة كانت تندم على أخطائها بعد اللي ولادها عملوه في بعض فترة تعتزل الكاسة وأمه والنفوس بينهم تتراضى حتى رين تخرج من المستشفى هي وأبوها بعد ما يتحسنوا ورين تلاقي الحب وتتواعد هي وصاحبة شون وهنا كان بودوا لكم أن الأبطال كمان هيبقوا سعدة ونطلس لكن لا عشان يتشاي وتمثل للعمى والموت أعضاء مجلس الإدارة ثقتهم تقل فيه ويختاروا كاسة للإدارة فبكذا يكون لازم أن كاسة ينفس قراره في الجواز من ماني فالشون تقررت يسافر مع كاشة الكورية كمساعدة ليه وتسيب ابنها والكل عشان ما تكونش عاقبة في حياتهم ويوم الفرح رين تروح لماني وتعرفوا أنه اختها حامل وأن أختها الثاني مرة قررت تضحي وتشرين المسئولية الوحدة عشان ساعدتهم كلهم فماني في وسط الفرح تقرر أنها تسيب كاسة لعيلته الحقيقية وتعرفه بحملة شون وأنها في طريق على المطار فكاسة يجري ويسيب الفرح فلما بوماني زعق لها على اللي هي عملته تقوله أنها قررت تعيش حرة بعد كده وأن لو شركته أفلست ده هيبقى بسبب سوق إدارته وأنها ملحاس دم فبقى يتبرى منها قدام الكل وهنا تشايوت يحس أن من اتغيرت للأحسن ويفرح بيها وكذا يقدر يلحق تشون ويعرفها أنه مش هيخليها تربي ابنه تاني بعيد عنه وأنه سب كل حاجة وعايز يفضل معاها فاتشون وأخيرا ترجع له ويتجاوزه وبعد كم شهر تولد وتجيب بنت زي الأمر ونروح لماني اللي عايشة بحرية وفتحت مشروعها الخاص ومقررة تنجح عشان تثبت لأبوها أنها مش فشلة وتشايوت يروح له ويطلب منها تيجي معاها تزور كاسة عشان تشوف أولاده فاتروح معاه وهناك يطلب منها تدري فرصة تانية ويتوعده فتوافق وبس كده أتمنى من كل قلب تاجه قصة تحبكم في الحياة وتتقابلوا مع ابطال وبطالات أحلامكم بحبكم جدا سلام ترجمة نانسي قنقر